أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من جديد منحت سكرتيرية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ قب 27 شهادات التقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر في نسخته الحالية في شرم الشيخ من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتارش عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع واصفاً إياهم بأنهم من أفضل الشباب وهو من أفضل المؤتمرات التي كان فيها للمتطوعين دوراً كبير داخل منطقة الفعاليات وفي مناطق العمل اللوجستي كالمطارات والفنادق هذا وأشهدت أمانة المنظمة الأممية بالجهود الهائلة التي بذلها الشباب المصري المتطوع وقدرهم المتميز في العمل الجماعي لإتمام هذا الحدث العالمي اشتركوا في القناة